موسيقى وخمع ناويان وسياسيا لأنك يستحقوا كل الدعم لأن السياسة شنو هي ماشي السياسة هو كيعطيك الفلوس ومشي معهم ولا يضغطوا عليك يقول لك غادي يقاعد ومشي معهم السياسة هو التبت على المبادئ ديالك واتبت على المبدأ ديالك وعلى الموقف ديالك واتبت مع الحزب ديالك هذا هو السياسة الحقيقية أما هذه السياسة التي تتبع وتشرا أرى ما بقى سياسة لا لون لها ولا طعم ولا معناه ما عدتش فائدة وإذا كشفنا شي أحزاب يمكن على الأقل في الأقل من الأخرى أنتوا ما عندكم هنا ما عرفتش كشفنا شي أحزاب المرشحين ديالهم كلهم من أحزاب أخرى ذلك شي كما قال الواحد بحيلا كتلعب ضماب البخوش هذه كتديرها كي يطير كتلقى في شيء أخرى وكين اللي كي يبدل الحزب دياله ثلاثات المرات في ثلاث سنين ها هو وفاد الحزب شوي ها هو وفاد الحزب شوي فاد الحزب كل ترشيحات كيمشي الحزب وكتلقى واحد الحزب ستين في المئة من المرشحين دياله ماشي دياله إذن فين هو الحزب ما بقاش الحزب الحزب هو بالنساء دياله والرجال دياله هو الحزب تابتين معاه نايضين معاه طيحين معاه خدامين معاه وخي يقول الدق كي يقول الدق معاه لأنها ده هو السياسة الشريفة لأنها أخصت الدفع الحق والدفع المبادئ إلا ما كينشد شيء رمام قعد تشي فائدة غادي يقول لي الفساد هو المسيطر والمصالح ديال الأشخاص هي المسيطرة الناس كي يطلعو يقول لي برلمانيين أو لي مستشارين جماعيين أو لي رؤساء الجماعات أو لي مستشارين جهوين فقط المصلحة ديالهم الشخصية ديك سعام يبقى تكل واحد كي يطلع بعير على الرامو السياسة بالمعنى دياله الحقيقي اللي في المعقول فيه الرجلة وفيه الاستقامة هو تكون إنسان عنده مبادئ يبقى دها هذيك المبادئ يبقى عندها عليها حتى الأخر وهذا الشي اللي كان أمنوا به حنفحز بعدها والتنمية وهذا الشي اللي يخصان وقفوا معاه وانتم وما أبناء ديالهات المحطة الشريفة ديالضرب العمري يخصكم تكونوا بهالطريقة تشوفوا الناس اللي مقيين الناس اللي معقولين لسهم مستقمين وتوقفوا معاهم وتخدموا معاهم ودعموهم باش كتاهم يدعموكم وإلا نضنوا مجموعين هذا الشي اللي كان أمنوا به حنفحز بعدها والتنمية وكان أمنوا به شي حاجة أخرى ومشكلة في هذه الانتخابات ليس من أحد تشتدي الفلوس طائحة ما عاربتوش غير في البلايس الخرين وليح تا عندكم هنا تا عندكم هنا قال لي هذيك حتى في الجبل عندنا قال لي ضيارة الفسادة في البري والبحر قال لي حتى في الجبل عندنا تا عندكم عجيب وصلوكم الفلوسة لنا من عندنا هذو من كيشبو هذا الفلوس دابا الواحد اللي كي ديرش انتخابات ديال الجماعة كي يصرف فيها مئات مليون ونمئتين مليون والانتخابات ديال البرلمان سبعمية تمنمئات مليون كي اللي معه هو اللي يصرف مليار دابا هذي الفلوس أولا من ينجقهم تانيا وكيفاش يصرفهم غير مكالي لا في سبيل الله إلا كان رايز يصرفهم يدربهم مصلحة يصوب بهم الطريق يدخلهم من الناس ماشي يعطيهم في الانتخابات باش يصوتوا لي ديك السعيلة دار هذي المصلحة الناس غادي يصوتوا لي بالاقتنع ضامير ديالهم لأنه دار المصلحة وكي يخدم البلاد أما الناس اللي هما كيخدموا المصالح ديالهم تال الانتخابات كيجيوا كيزع للناس الشيط من واحد شوية الشيط باش الناس يعود يصوتوا لهم عادتان يطلعوا عادتان يجمعوا ماشي معقول دي ماشي سياسة هالشي اللي مضيئة عن مصالح ديال المواطنات والمواطنين وديال الدور وديال المناطق فلذلك احنا في حزب عائل التنمية كان قاوموا باش تكون السياسة شريفة تكون معقولة تكون عندها الشرف تكون السياسة عندها الشرف كي يدفع الإنسان على المبادئ الكي يأمن بها وكيدفع الحق ونقاوم دفع الحق النهاية إذن كان بغيت نحيي هذا المستشارين والمناضلين وخاما منتخبين مرشحين أو المناضلين الآخرين من الشبيبة ولا غيرهم وخاما مرشحين كان نحييهم لأنهم خدامين بالنية مع حزب عدالة والتنمية رجل الشبيبة اللي كتشوفه حتى أنت من الشبيبة يكت اللي كنت معناك بلا تلكاتب الإقليمي مرشح وتحية لمرشحين صافي مرشحين شبب مرشحين شبب مزيلا هاد الشبيبة ديال العدالة والتنمية ياخد دامين لله وفي سبيل الله وكون بغوا يمشي من أحزاب أخرى ياخدوا أموال على ذلك شلي كيديروا في الحزب في سبيل الله كان نحييهم وكان نشكرهم وكان نتمنى على الله ينصرهم ويعاونهم ويكمل لهم بالطريق ديالهم بخير إن شاء الله إحنا رأي شرفنا ونضب هذه النهاية ولكن هما اللي جايين دبا يكمتيني شكي يقولوا غارسوا فأكلنا ونغرسوا فيأكلون كل واحد كيديروا واحد الخير باش لي بعد منه الشباب اللي جايين والأطفال اللي جايين وهذا الجيل الصعيد اللي جاي يلقى الأمور مسق مام مصاوب مام معدلام مستخماء وهذا هو نتمنى على الله يوفقنا الخير فلذلك نجمل لكم هؤلاء مرشح ديالكم في الجهة هذه المرشح ديالكم في البرلمان سي عيدي ما هو كنتينين لذلك وخاذروا لنا هذه الحكاية ديال الضغط على المرشح المحلين اللي هما فرضيين ووقفوا مع المرشح على المستوى الجهة وعلى المستوى المحلي هم وعلى المستوى معك والتاني ووصيف مزيان كنتيني ووقفوا معهم الاخيري باش نبطلوها دل حقرها هادي هادي حقرها الواحد لي منزل الفلوس ومعول على الفلوس اشنو هو كي حقرك كي يقول لك انتا ما عندك قيمة انتا ما عندك موقف انتا ما عندك مبدأ انتا ما عندك رأي انتا كتسوى مئتين واتثمية دلم او احد تربعمي احد الف دلم واش ما اقولها اش ما اقولها هادي احقرها ايجي قنعاك يقول لك انا رأي انخدام انا رأي ايجي المصلحة وانتا رأي عرفتين ايه وكان لا ايقنعاك ما كان باس صوت اصدلي ايه الى قتنعتوا بشي واحد للمصلحة وعرفتو بانه او صوت طليع لها الضمير ديلكم ما كان مشكيل اي حزب ولكن بش صوت للواحد فقط لان ان اعطاك الفلوس ادي ده بها بحالي الانسان ما بقى عنده شرف ولا كيتبعوا يتشرا ولا بحال هذا طب الله هذه صافي ولا ما بقى عنده قيمة لا خص الناس يدفعوا القيمة ديالهم على الشرف ديالهم ويتبتو ويقاوموا هذه الفلوس ويقاوموا الإغراءات ويقاوموا الضغوط ويقاوموا إلى آخره والإنسان في المغرب رخص يكون حر كيدفعوا المبادئ دياله وكيصوت ويشاركوا في الانتخابات على حساب القناعة دياله وهذا الشيء اللي قد نقول لكم وأنا جيت ندعمها ديالهم وندعمكم حتى نتوما وعد القضية كنشكر جميع الأخوات والإخوان اللي حضروا معنا هنا بكتافة كنشكركم لأن الحضور ديالكم يعني فرحنا فرحنا بالزاب حضور ديالكم ما أعطيناكم فلوس بارك الله فيك هذه كتنقش عندك الحق أدرش ديالك شخص فنتم تقوموا بجماعة حقيقية جماعة تكون في المستوى إن شاء الله إن شاء الله الدرس هذا الموضوع يواده هو بتوفيق إن شاء الله وشكرا جزيلا